تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة وبرنامج من أربيل النقص الحاد في السيولة النقدية لدى النازحين من معركة تحرير الموصل إلى جانب بعض المشاكل الإدارية في المخيمات يضاعف معاناتهم في مخيمي خازر وحسن شام بين أربيل والموصل التقينا بعدد من النازحين وطرحوا لنا ما يستحق المتابعة نحن الآن مشاهدين في مخيم الخازر نتعرف على بعض المشاكل التي يواجهها النازحون هنا ومعي أحد النازحين مرحبا مرحبا لابيش احتي لي عن مشكلتك شنو هنا بالضبط التصال لشهرين ونصحين نروح نقدم على العمال ما يقدمون بس بالوسطات وبالعرف نجي هنا نابات يم المدير يقول ما ما عندنا هنا أمال نروح غادي بس واسطات وبالعرف يقدمون يعني اللي عنده عرف يقدم طيب أمال وين خارج المخيم لا داخل المخيم هنا نابات تعروفين مواضي بحياة حمالين يعني هنا المادة كاسرتنا بس المادة ما أكو وقلت لك اللي عنده واسطة يتمشي اللي عنده واسطة حيش هاش مديوس بالنقى مرحبا مرحبا السلام عليك مش قيد عندك بجيبك هسفلوس خمسة آلاف تكفيك؟ لا هاش تكفيني العائلة ما لث منا فرعة تاني السيولة يعني أي أحد من المساعدات الإنسانية ولكن هي المساعدات نحن عايشين عليها هنا الحكومة المركزية ما عساعدنا بشي تيجي هنا ما عساويننا أي حال بس الحكومة الكردستان ساعدنا وتمشي أمرنا وتخلينا يعني عايشين ومعنا مشاهدينا نازح آخر الذي بالطبع مشكلة تختلف لربما عن البقية ولكن يشتركون في موضوع واحد وهو نقص السيولة النقدية بالضبط قل لنا عندك نفس المشكلة أكيد شنو معاناتك؟ نعم والله معاناتنا المودة الفلوس أي أول شي يعني أنا قبل ما تجون جنابكم إلى هنا بعت قسم من المواد وعمود مصرف عائلتي عندي والدتي أدام مراض مزمنة هنا ينطونه بس شي قليل وما موجود قسم منه فنضطر نشتري بعشرين وخمسة وعشرين كل سبوع أو كل عشر تيام هذا بس الوالدتي يعني أمره تقريبا ثمانين سنة ومن عادة هذا الأطفال وأني عندي عائلة ومنزوج اثنين وباقي المخيم هم نفس المشكلة هاي هاي بالنسبة للمادة المادة نهائيا يعني هينما ماكو يجون يوزعون قسم منظمات قسم خيرين على باقي الأحرف وقسم ما يوزعون فأريد من الحكومة المركزية من يهموه الأمور يوزعون يعني مادة المال للنازحين لأن أمس الحاجة إليهم والله العظيماني ما عندي غير 9000 دينار وبايع هسا بيعت المواد هسا قبل ساعة والله العظيمة اتبيعون المواد شون شون دبرون أموركم يعني من أكل ومشرب والله نقتصد بالأكل وبالشرب على المود الخرجية يعني ما على المود هاي هاي مشكلتنا الأساسية الثانية المي هنا حيل حيل تعبان يعني الجاع يجبون وبالتناكر كله ما صالح لشرب وما نقدر نشتري ربطة مي هذا المي المغطر وبالف دينار الربطة ما نقدر نشتريها مرحبا خلا مرحبا أختي الله وسلم بالضبط قولي شقد عندك فلوس في خيمتك والله نسوان عدنا ما عدنا هذا يعني أصعب معاناة هي هذه بس عدنا شغلات يعني أكثر من هالشي بعد يعني مع احتراماتي يعني للإدارة وللكادر مالها يعني تجينا الحمد لله مواد يعني فايضة عن الطاقة بس الخلل ما واحد لا يزد تو على واحد مو هو اللي بسوي الخلل احنا بنا كناس احنا مو منضبطين احنا يعني مع احترامات للناس الطيبة ما منضبطين وتوزيع لما نيجي يجي بشكل نظامي بس احنا نسوي الهوسة ونسوي الهمج ناس تطلع مرة مرتينة ثلاثة أربعة تبوق بوق علني النساء شباب زلم كلها تبوق بوق علني فأني قاعد بالمخيم الخازر عفو بآخر آخر المخيم هذا حرف جي بحرف جي فما تصلنا المساعدات ليش والله باقوها بالطريق وروحوا صوروا شوفوا السوق وشوفوا صوبات يبيعون ملابس يبيعون ايش تريدين يبيعون ماكوا يعني من ان تجي هذي قوام المدير داي بوقها وينطيهم اياها يبيعونها بالنص طيب حضرتك هسا عندك والله عني بالنسبة لي حاليا ما عدنا اكثر الناس ما عدها عفنا بيوتنا عفنا املاكنا عفنا حالانا كله بالمسلطن انا بروحنا حاليا اني ما املك هالسغير بجيب هالسبعمائية وخمسين دينار ما املك نحن الان مشاهدينا في مخيم حسن الشام ومعنا هذه النازحة لديها معاناة ومشكلة وسنتعرف عليها معكم مرحبا حلو عيني شنو مشكلتش بالضبط والله مشكلتي يعني فلاتيني برجلي وجيتها يصار لي 12 يوم نازحة من الموصل فاني اشكي يعني معاناتي من رجلي بلاتين بيها وبالملعب لبلاتين فلها التواليت يخدمني مع احترامي لكم ولا القاعدة بالقاعدة تخدمني طيب هنا اكو مركز صحي ما طلبتي من عندهم يفرولك كرسي او كذا رح تقال لو ما موجود عندنا كراسي واسمي لا يزال موجود عندهم طيب عندش مواد غذائية توفروا لكم بس عندش فلوس لا والله والله احنا اليوم جينا غير عند الربع دينار بس وهي الطفلة اللي صغيرة تبشي على موز بالله الكريم وما عندي احنا يريد اشتري لهم موز احنا طلعنا من نار طيارات تضرب من فوق هنا الجيش من هنا وذول التواعش من هنا يضربون والنار كلتها فوق هنا واخذت الاطفال وطلعت بيهم ما صدقت على الله اصل هنا والحمد لله والحمد لله يعني تلقيتونا وما خليتوا اي قصرة علينا طيب يعني موز من وين اكونا باعي يبيعون خضروات فواكه انا خطيه واحد عسكري شافت تبشي قليش بيه قلت والله ده تبشي على الموز قام خطيه اشترانها الموز كيلو من عنده بالله الكريم وهساني بس اريد اطلع بس اريد ارح حتى على الموصل ما اروح لان ما ظل بيه وكل شي اتراب صارت الموصل اش ظل بيه والله العظيم بيتنا ها وين ينبي راح اطلع قبل على بنتي بغداد واني اشكر مسعود البرزاني لانه حوان كلتنا وراح حبينا ما شفنا اي مسعود جاء علينا عدا هما الكراد يعني ما اكوش مرحبا على عيني يا مرحبا بالبداية احتيلي اذا انتو عدكم مستلزمات ضرورية موفرين لكم هنا عدكم فلوس ينطوكم ناقصيوا لعدكم والله اختين بالنسبة للمستلزمات المواد الغذائية يعني حقيقة موجود ما اقولش لا بس اذا موجود اذا اكو احتياجات اخرى غير احتياجات التمن والزيت يعني اغلبية النازحين جايين جاي بطرق ملابسه وجاي شون دبرون اموركم دبرون داي المواد المساعدات اللي عاستلموها بصراحة عيبيعوها في سبيل نمشيون حياتهم اليومية يعني هذا متين من عندهم يعني يعني هذا زل منو تبيعوها ومنين تشترون احكو ناس من المناطق المجاورة المخيم مثل من كلك وغيرها يجون نشترون مواد اسفنج مواد غذائية مدريش من الاموات عيبيعوها في سبيل نمشيون المصروف اليومي ما لهم يعني هذا هو فاحنا الناشد يعني الناس الناشد المسؤولين ناشد اذا حكومة وطنية حكومة المحلية عفوا الحكومة الاتحادية يعني يجودون حل هالنازحين اللي جايين المناطق محررة وامان مئة بالمئة يعني ما بها هاي قوك جالي معروفة يعني والسماع وغيرها من المناطق طيب عدكم نقص ادوية ادوية والله العظيم والله العظيم وانده اقول شي راح اتعلى فلو اوت انشت مشهول قبل ثثار بعض ايام والله يفلو اوت معدهم اوبر ماكو علاجات يعني من ناحية علاجات احنا منتهين اللي يروح مني انا مريض المستشفى رزقاري داخل الاربين يروح ما بجيبه وافلس ابو الاسعاف يوصلي يقول انا وصلك للكلك والاخ يوصلي للمستشفى من قاعد يرجع لازم على الحساب اذا هذا ما عنده فلس مين يجيب قبل ايام والله العظيم وهي حقيقة وموجودة يمكن اخوان نازحين واحدة من اخواتنا كانت عده ولادة يعني وصلوا بالاسعاف والله العظيم قبل ما تصل للمستشفى طرحت الطفل والطفل مات وهي تنزل زيان هذا وضعية نازحين احنا جاينا على مراكز زيواء نازحين خدمتهم لان خلصوا من نار يرجون على نار ثاني اللي هو المعتقل زيان هو خالص من الجحيم يجي على الجحيم ثاني ما ممكن انا واحد من الناس بياتي انضرب قذيفة وهوان زوجتي صوبة موجودة بالداخل واسم محررة بحي بكر واني الوحيد موجود هنا بالمنطقة خيب ليش حضرتك جاي بس واحدة من قصف هاني نزامة زوجتي صارت بالداخل قبل ما يدخلون القوات التحليل القوات الامنية قبل ما يدخلون للمنطقة فراحت للداخل وحصرت غادي واسم هي غادي واني بوعدة يعني زياناني شون اعيش هاي صار لي تقريبا شهرين وعشرة يام شون انا عيش بوعدة ضمن مخيم ضمن خيمة وعلى هالأوضاع مشاهدين هناك معاناة كبيرة لهؤلاء النازحين نحن هنا في مخيم حسن الشام ونرى هذا النازح يبدو أن مشكلته كبيرة جدا مرحبا شبيك عمي شبيك نسالي شهرين وعشر تيام هذا المغيئ والله العظيم ما علي إجراءات أمنية كاملة بص ما بصبت يجي المعماري واعد فلان واعد لك وبعد يجذب بس يجذبون علي للمباب يطردون ما ما وين الروح هل تريد تطلع حضرتك؟ طوالي لك ما تقضي كوكجيلي يا صالي شهرين اللي معظر من البغية بيأخذي إليك جلو ذنبي جلو ذنبي بقى والله معظمت فشي زي شي يقولولك ليش مأخريك؟ ما عروف ما عروف عش يقولوليش ما يقلوني عشي ما يقلوني عجي على الرأي السيدي القاتل الله يجذب ماشي فيه بس ما يقول ما عشي ياك والله عشي من وياك بالخيمة من وياك؟ أبني أبني وشنتي ما عدي عشي بس دي زوالي أطفالي بكوكجيلي عرمتي بكوكجيلي أنا موظف الكهرباء عني سويت المباشرة وتمرطت يعني جيت على المباشرة سويت أكملتها فيخلوني يطلع عليك شنو ذنبي يعني هذي الذنب العراقي ما يريدونها خليه يجيجونها ورا ما سويت مباشرة ليش جيت للمخيم؟ أنا يلي سويت المباشرة أنا جيت يعني المخيم للمباشرة شنو مطالبك؟ شو تريد بالضبط؟ مطالب يطلع بس يطلعوني ما ريد عدت على الأعزابي يطلع والله على الأعزاب سيارة ما ريد من عنده والله ما ريد أنا يطلع على الأعزابي ما ريد سياراته يعني شنو ذنب العزابي حاصرين ليش؟ يولو السبب يا نبي صلى الله عليه وسلم أنتي أختي و بنتي المطعمين سيارة أربعين يوماني أصلي شارين وعشرين يوماني محروم من أطفالي من زوجاتي ليش؟ جين شنو ذنب اللي أذنبتوا هني جيت على أساس عقومة حررتنا وجينا حلي عقومة ني هذا الظنب نتعطل طيب زوجتك هناك بكوجيلي؟ اي قوز زوجتي بكوجيلي والله هو يطفالي بلاتي لسواد يا أختي طيب تطلع إذا مو بسياراتهم عندك فلوس تطلع تلزس أنا حتتدين وطلع ما حد علوه على قبيل والله أطلع أطلع ماليد مش أروح ماشي اللي أجل شكل محاملة المعالات اللي أجل شكل مالله العظيم أنا متغزل يا أختي داقي عليها عبرين أربعة وخمسين سنة اللي شنو ذنبي شنو ذنبي لأجرمته هني معاناعتك شنو هنا معدة طلعتك شعندك نقص أنا مريض مريض والله مريض أختي مريض مريض روح على أطوالي مريضاني عندي قلب الله ما أتحمل اللي أقال أصلاح أول اسماء كل اسمي ما طلع مع زواج جديد أنا أبو بصمت يأس جنو ذنبي يا أختي وهذا وهذا اللي أرد أقوله ما عندي شي أخر شو أقوله أقول الحقات أبو الله بس الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا ينجاز فينا ليش أشكل محاملة يعني هذا الأحال للعرقية هذا حال قالوا جيبوا لدكم طوع وقلتوا مكان خمسة طوع موظف بأس يا سيال موظف وهي شهرين راح مكانه راح راح خدم مكانه غير يطلعون شركة أسيا سيالو بيا منطقة أسيا سيالو وين بالموصل بالموصل والله ما عارف هذا الأبراج كله هو هو عحلة أي كان يداوم أي كان يداوم بس من جينا هنا راح دوامه قصر لكم هنا صارنا شهرين شهرين وكصر نحن موعتقلين هنا أي نطلق غير يطلعون يقولون هذا الموظف غير يطلعون يقولون له روح يابا نروح عليهم باتر باتر خلفوا كنا الباب إحنا نروح ما علي انطقتكم محررة هي محررة مناطقنا كلها محررة محررة ماذا شي إن شاء الله يعبرون الجسور كله إيه إن شاء الله ترجعنا إن شاء الله ما إن شاء الله هذا هو من وبعد عنده معانات هنا أنا ناشد الدكتور حيدر العبادي بنفسه يجي خلصنا من هنا إحنا هنا معتقل باب السيمة يخلونا نطلع ما ناشد بعد لا وزير هجرة ولا حكومة نينوة ولا أي موكان إحنا ناشد حيدر العبادي يجي طلعنا من الباب إجرات الأمنية الضعبة مالهم طلعونا بالطريق يدققونا سامينة أمنية وطنية ما عرفش نمارد بعد بالطريق يدققونا سامينة رجعونا مئة مرة دققوا سامينة تعابنا والله العظيم هاي السجن إحنا بسجن الدكتور العبادي بنفسه وحنا ناشدوا من هنا يا ما تطلعوا لولا يا رات على حسابكم لهم يجيبوا لكم ألف رحمة على والديش بس وصل صوتنا ألف رحمة على والديش نتوسل بكم أنتم قناة الحرة يرحموا دقوا وصل صوتنا لدكتور عيدر العبادي لان ما أحد ما طلنا غيره عيد هقون علينا كل شارط العلومية لو مئة وخمسين عائلة والله العظيم تعبنا بأله تعبنا أريد نخلص ما أريد لا موادهم ولا وجبتهم ولا مايهم ولا كل شي أريد نرجع علي بيوتنا وغادوا حتى غادوا ما أريد منهم شي دكتور خلصنا من هنا الله يرضى عليك خلصنا من داعش ما قد خلصنا من هنا هل أصبح الأمر أكبر من طاقة الجهات التي تشرف على هذه المخيمات فربما لا تستعب أعدادا إضافية من النازحين مع دخول المعارك إلى مراحل متقدمة فاصل ونعرف المزيد فابقوا معنا أهلا بكم من جديد الجهات المعنية لإيواء النازحين في هذه المخيمات دائما تبرر التقصير الحاصل في توفير كل احتياجات النازحين بسرعة الممكنة إلى الأعداد الكبيرة والمفاجئة لهم هنا في مخيم خازر سأتحدث مع السيد ضياء صلى الرئيس غرفة عمليات إيواء وإغاثة النازحين في قليم كردستان عن بعض المسجدات في حياة النازحين أهلا بك أهلا بسلام حالة تجه أبدأ معك أولا سيد ضياء بموضوع السيولة النقدية يعني أغلب النازحين هنا لا يملكون حتى ألف دينار هم بحاجة إلى المال لشراء بعض المستلزمات الضرورية كما تعلم كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع الجهات المعنية بالإغاثة في هذا المخيم اللي هي الحكومة المحلية في أربيل محافظة أربيل ومؤسسة البرزاني الخيرية وأحنا كحكومة اتحادية ممثلة في وزارة الهجرة وفي وزارة الساندة الأخرى كوزارة النفط ووزارة النقل وجمعيتها الأحمر العراقي نقدم الحد الأدنى الذي يوفر إدامة الحياة للعوائل من إيواء إلى مستلزمات تدفئة إلى طعام إلى صحة أما القضايا الأخرى المتعلقة برواتب الرعاة الاجتماعية إعادة الموظفين إلى دوائرهم هذا ملف آخر نتابع مع الجهات المعنية والجهات المعنية بالأساس هي الحكومة المحلية المعنية بأن تكون حلقة الوصل بين أهالي النازحين في هذا المخيم وغير المخيمات والوزارات المعنية كوزارة العمل والتربية وباقي الوزارات القطاعية طيب هل بدأتم بالتنسيق مع الحكومة المحلية في هذا الموضوع؟ حتى أكون أمين طرح ما حاضرتك لم نتكلم مع الحكومة بشكل مباشر لكن الحكومة المحلية أقصد لكن نحثهم من خلال الحكومة الاتحادية في بغداد من خلال السادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينواء من السادة أعضاء مجلس محافظة نينواء على أنه مطلوب من المحافظة أن تتولى هذه الملفات المعنية بالموظفين والرواتب الرعاية الاجتماعية وعوائل الشهداء وغيرها من فئات العناية طيب يعني خلال كل هذه الفترة ألم تفكروا في تخصيص مبلغ مالي لهؤلاء النازحين؟ هم بحاجة إليهم بصراحة تم تخصيص مبلغ أو على وشك تخصيص مبلغ للعائدين وليس المتواجدين هدف الحكومة الاتحادية هدف الحكومة العراقية إعادة الناس إلى منازلها المخيم لن يوفر البديل عن بيوتها مهما قدمنا من خدمات المخيم يبقى أوضاع صعبة ولا يعوض النازل عن بيته لدينا مشروع لتقديم دعم مادين العائدين مبلغ مليونين ودنار تقريبا إلى كل عائلة عائدة إلى منازلها والعمل جاري مع عوزات المالية لتخصيص هذا المبلغ حتى نشجع الأوائل على العودة التي بدأت أصلا قبل تخصص هذا المبلغ نعم ولكن هؤلاء النازحون يعني بحاجة إلى المال ليشير بعض المستلزمات الضرورية كما ذكرت حتى أنهم يبيعون بعض المواد التي تعطى لهم في المخيم هنا نعم ليس في خطط الحكومة الحالية الاتحادية تقديم معونات مالية مباشرة في لقت الحالي هذه التجربة طبقت في أم 2004 وحقيقة في أم 2014 ولم تحقق النجاح المطلوب لذا ارتعنا أن نوجه الأموال إلى تقديم الدعم بشكل مباشر إلى المواطنين من خلال الإيواء أو الإغاثة أو الصحة أو التربية أما تكرار تجربة عام 2014 في تقديم معونات مالية ليس هناك نية في تكرارها حالياً لكن هناك نية إلى تشجيع العودة من خلال تقديم عاون مالي العوائل العايدة على ذكر الملف الطبي التقينا بالعديد من النازحين هنا يعانون لأمراض مزمنة وهم يحتاجون إلى أدوية يصل سعرها إلى 200 دولار شهرياً ولا تتوفر إلى فيئة صيدليات الخاصة كيف تتعاملون مع هؤلاء الناس؟ هذه المشكلة تم تشخيصها وأحنا بصفتنا معنين بملف النازحين كتبنا إلى ما رجعنا في بغداد إلى السيد وزير الهجرة إلى الأمان العام المزراء خاطبنا وزارة الصحة مخاطوات عديدة في هذا الموضوع هناك حقيقة الأدوية غير كافية والكوادر الطبية المتواجدة في المخيمات أيضاً غير كافية قبل فترة قريبة سيدة وزيرة الصحة زارة المخيم على ضوء الزيارة حدثت بعض التطورات الإيجابية في تواجد الكوادر الطبية في توفر الأدوية تم إجراء بعض التغييرات الإدارية ونحن مستمرين مع زمناء نفسات الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات نعم ولكن متى يتم التنفيذ؟ نحن نسمع كثيراً هناك خطوات وهناك المالي بالتنفيذ هو وزارة الصحة الاتحادية نحن دورنا كوزارة تجرى المتابعة وتشكيص المشاكل ورفعها إلى الجهات المعنية في بغداد وحقيقة صدر أكثر من توجيه عن السيدة الرئيس المزراء دكتور حيدر العبادي بشكل مباشر أن الكوادر الطبية الصحة نيناء ويجب عليها أن تتواجد بمخيمات توفير الأدوية هناك متابعة لهذا الملف وهناك تطور نسبي في هذا الملف كذلك لكن ما زال دون المستوى هناك إشادة بتوفير المستلزمات الضرورية ولكن هناك مشكلة كما لاحظنا في عمليات التوزيع نعم ما السبب؟ شخصيا لا نعتقد هناك مشكلة كبيرة في ملف التوزيع زملاءنا في مؤسسة البرزاني الخيرية المسؤولة عندها المخيم يقوم بعمل جيد لديهم إحصائيات عن أوضاع الخيم بشكل عام المساعدة التي تم توزيحها نحن كوزارة تجرى وجهة ساندة ودعمة لهم نعمل عن قرب معهم عملنا أكثر من جرد إلى احتياجات الناس بالتأكيد تحصل حالات فردية أنه يسقط سهوة عائلة أو عائلتين أو يحدث لكن العموم الغالب عملية التوزيع منتظمة في المخيمات التي الموجودة في محاوة أربيل نعم ولكن النازحون هم من يتحدثون عن هذه المشكلة صحيح لكن ما أعتقد حضرتش التقاتي بكل النازحين أكيد التقاتي أغلبهم هنا أكثر من زيارة لهذا المخيم أغلب صعب جدا هنا لدينا 6200 عائلة فلا نستطيع أن نتحدث عن أغلبية لكن المواطن صاحب حق نحن في قدمته فعندما يشتكف وصعب حق ومن واجبنا التلبية لكن هناك جهد كبير ويتم متابعة العمل بدقة بالتعاون بيننا وبين إدارة المخيم الكثير من النازحين هنا هم وظفون في الدولة لماذا لا تستخدمونهم مقابل تأمين مرتباتهم هذا الملف سبب تأخير به أمني بالأساس تعرفين حضرتش كل هذه العوائل كانوا في الموصل لمدة أكثر من ستنتين لا لعنم لا سامع الله قد يكون بعضهم تورط مع التنظيمات الإرهابية فالتدقيق الأمني أساسي جدا حرصا على سلامة المواطنين لأن عندما يكون موظف يعمل في قطاع الصحة والتربية سيكون مسؤول عن رواح الناس لذا التدقيق الأمني مطلوب كل من أراد العودة إلى وظيفته إحنا استلمنا اسمه ورفعنا اسمه إلى الجهات الأمنية والجهات الأمنية الأمن الوطنية هي المعنية بتحديد الشخص اللي ما علي مؤشره حتى يرجع إلى عمله تسلزم هذه التدقيقات الأمنية من الوقت؟ تأخذ وقت تأخذ وقت تقريبا؟ نعم أحيانا لا يقل عن شهر وهو وقت تم تحديد من قبل الأجهزة الأمنية لكن اختصار الوقت إن كان ممكن سيساعدنا كثيرا السيد ضياء صلال رئيس غرفة عمليات وإغاثة النازحي في قلين كوردوسان شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات يسعدني سعيد بهذا نصل المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع تقبلوا تحياتي الناشوعة حبيب وتحيات كادر العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة